اعودنا لحضراتكم مع الفقرة التانية من برنامج مدير المستشفى ارجو ان انتم متكونوش سبتونا وروحتوا اي مكان تاني الفقرة التانية معانا الدكتورة ماريام عبدالله دكتورة ماريام استشاري طب واجراحة العيون ماجستير طب واجراحة العين والليزج من الاصف العيني زميل مجلس الرمض العالمي في انجلترا جراحات الليزج وامراض القرنية خبير جراحات المياه البيضة والفمت وكاتاركت وعلاج الجلوكومو وامراض الشبكية كمان الدكتورة ماريام كاستشاري امراض الايون والرمض عضو الجماعية المصرية الرمضية وعضو الجماعية المصرية للجلوكومو النهاردة الدكتورة ماريام عبدالله هتكلمنا في تصحيح ايوب الابصار واستخدامات الليزج منورة الاستيديو دكتورة ماريام يا اهلا وسهلا مع حضرتك شرفتين والله منورة الاستيديو دكتورة مريم 93 شرق الهرم ده مركز آي كير ده مركز حضرتك اللي بتشوفي فيه المرضى بتوعك ده بخلاف طبعا المستشفيات الحاجة بتعملي فيها الأعمليات الجراحية دكتورة مريم أنا طبعا هذا الموضوع موضوع مهم وأعتقد أن فيك كتير من الأسر عندها تساؤلات عنه الحوار متصل مع حضرتكم والاتصالات مفتوحة أتمنى مشاركتكم عشان نقدر نستفيد من علم الدكتورة مريم عبدالله الدكتورة مريم ما هي أنواع عيوب الإبصار عيوب الإبصار بتتقسم لقصر نظر لطول نظر والاستجماتيزم قصر النظر ده يعني أنه الشخص ما بيشوفش من بعيد من المسافات البعيدة لأنه بيبقى فيه قصر طول في حجم العين فالصورة بتتكون وده من شبكية طول النظر معناه أنه الشخص ما بيشوفش القريب قوي والبعيد بيبدأ بعد سنة 30 كمان ما يشوفهوش بالنسبة للإستجماتيزم اللي دايما بنسمع عنه هو عبارة عن تغير في شكل القرنية وبناء عليه الأشعة والصورة بتقع بشكل مشوش على الشبكية بيبقى شايف بس كأنه زي ما بيشوف لمبة وشوف لها شعاع ضوء متشاعل ممكن يكون الاستجماتيزم ده بالقصر أو بالطول لازم نبقى عارفين كويس قوي أن عيوب الإبصار دي حاجة فيها عامل وراسي في جزء وراسي مش شرط أن يكون الأب والأم بيلبسه نظارة بس ممكن يكون واحد من الولاد بيلبسه بيبقى شايل الجينات دي وبتبان وبتظهر عليه طيب عيوب الإبصار يا دكتورة مريم زحاك قلتي كده قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم إزاي أقدر أعالج هذا الكلام يعني إحنا كنا يعني لما درسنا الطب كان وقتها كان أعتقد النضارة كانت هي السلاح الوحيد اللي في إيد طبيب الرمض أن يقدر يصلح بي عيوب الإبصار فعلا وما زالت السلاح الأهم واللعب الرئيسي في الموضوع لأنه زمان ما كناش بنكتشف مبكرا قصة أنه في عيوب الإبصار بيزاد في الأطوال دلوقتي اللي بنقول اللي هو السكرينينج أو التشخيص المبكر وبالذات اللي بيحصل في المدارس والفحوصات اللي هي بتتعامل دورية في المدارس والكلام ده بتخلينا نشخص من بدري النظارة هي أهم حاجة لأن أنا علشان أبدأ أي تصحيح للإبصار بعمليات مش قبل 18 سنة بيكون فيه ثبات للنظر بنسبة حوالي 90% قبل كده النظارة دي مهمة جدا تمام؟ فمازالت وستظل هي اللعب الرئيسي فيه نقطة بس مهمة عايزة أوضحها عشان فيه ناس كتير بتختلط عليهم الأمر ففيش هاسمع حفظ النظر ففيش هاسمعنا نظارة حفظ النظر فيه حاجة اسمعني عندي مشكلة قبل بس نظارة عشان أعليك يقوصنا نظر يطول نظر يستجمت زي ما حاجة حديمتي التلات إنما حكاية حفظ النظر دي دايماً الشخص بيدخل يقول الدكتور أصل فيه دكتور قال لي فيه حفظ النظر بنقوله طب حديك حط النظارة شايب بها ستة ستة شير النظارة شايب بها ستة ستة فيه فرق يا فني بيقولك لأ مفيش حاجة اسمعها حفظ النظر تمام تمام؟ يعني دي رسالة مهمة يا دكتور مريم إن مفيش حاجة أولا اسمعها حفظ نظر ولا النظارة بتتلبس عشان تحفظ نظر والنظارة سوما النظارة سوما النظارة لإنه أهالي كتير بتجدنا لأطفال صغيرين النظارة مهمة جدا 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 عشان اللي بيحصل لهم كسل فيه ولاد كتير أولي بنكتشف النوعين فيهم كسلانة بمعنى نوع شايب بين واحدة بس نظرا إن إحنا ما بنكشفش عليهم مدري وكمان بنكسل في لبسهم للنظارة تمام بعد النظارة فيه قصة العدسات اللاسقة تمام ودي لازم يكون الشخص اللي بتعمل معاها عارف يتعامل معاها لكن دي لا يشترط فيها طبعا 18 سنة يعني يستطيع إن هو يلبس العدسة اللاسقة هو في المدرسة بنقول من سن الخمستاشر ما بنقولش قبل كده كمان واللي بيفكر يعمل عملية زي عملية تصحيح الليز بالليزق يعني يفضل ما يستخدمش العدسات اللاسقة هو حاك يا دكتورة ماريان الليزق يعتبر نوع من أنواع تصحيح الأبصار نوع من أنواع تصحيح الأبصار يعني استخداماته أه لإن الليزق ليه حد معين في المقاسات بتاعته أه إيه بقى يا دكتورة يعني القصر النظر بيصلح لغاية ماينس 11 فيه ناس بتقول ماينس 12 بس هو فعليا ماينس 11 بالنسبة لطول النظر لغاية بلاس 4 اوكي بالنسبة الاستجماتيزم ماينس 4 ودا باعتبار انه عمل فحوصات بتاعته وقال ان الفحوصات تمامه ومقاساته يعني مناسبة وبقيت الفحص الشامل بتاعه تمام اوكي انما بعد كده المقاسات اللي بعد كده يعني من ماينس 12 الى ماينس 20 انا ممكن اعمله زرع عدسة بطريقتين في زرع عدسة فوق عدسة العين اللي موجودة وفي طريقة تانية ان انا بشيل عدسة العين الاصلية وبزرع عدسة مكانها اوكي ودي عدسة صحيح ما بنسميها ما يشابه الماء البيضى او احنا بنقول عليها باللغة الدرجة بتاعتنا العلمية بتاعتنا تمام فالليزك يعتبر فرعة من فروع تصحي الابصار انما هو ما هوش تصحي الابصار كامل انه هو تفحص بنقاساته اتفع عمل فحص القرنية بتاعه وقاله انه ينفعه الليزك واي نوع من الليزك تمام المريض ما بيحتاجش ادي العمليات تاني الا اذا كان فيه مشكلة اوكي بس فيه نقطة كمان مهمة الناس ما بتاخدش بالها انه الليزك ده للبعيد لتصحيح البعيد المسافات القراية من سن الاربعين كلنا بنلبس نظار القراية بس بسن متفاوت تمام فعند سن الاربعين ده نضارت القراية ده موضوع تاني خالص وده ملوش ليزك ما احترامي الكل اللي بيقولوا تنم 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 ليه تصحيح لا هو ملوش تصحيح يعني احنا الليزك دلوقتي تصحيح الابصار للمسافات بس للمسافات اللي عايز يسوق عربية اللي عايز بيتفرج على حاجة بعيدة شوية ده مطلوب بالنسبة له بيبدأ من سنة 18 لغاية ما شاء الله طالما ان المريض ما عندوش مابيضة ما عندوش مشكلة في الشبكية زي مرضى السكر تمام وده ناجحاتهم 100% تمام اذا تم الاختيار صحيح لنوع الليزك طب ايه هو بقى يعني ايه تعريف الليزك وهي نوع الليزك عايزين ندي بس السادة المشاهد الكريم اللي معانا يعني الناس بتسمع كلمة الليزك دي كتير قوي ويمكن في ناس بتستخدم هذي الكلمة بشكل غير صحيح فعب ارضه ودكتورة مريم يعني ادينا رسالة كده مفيدة للسادة المشاهدين في قصة تعريف الليزك وانواعه ايه تمام الليزك بنستخدم احنا بناخد جزء سطحي في العين هو اللي بنعمل فيه موضوع الليزك ده موضوع الليزك ده ده شعاع ليزر بنسلطه على القرانية القرانية بناطحها بمشرت او بالفامتو تمام بنرفع جزء منها بنعمل زي عملية زي كاشت بنرفع جزء منها وبعد كده بنعمل بنتسلط شعاع الليزر ده عشان نشكل القرانية كعدسة لسقة مدى الحياة كأنها عدسة لسقة مدى الحياة وبعد كده برجع الجزء اللي انا رفعته ده يعني انا بقسم القرانية مثلا تلت وتلتين التلتين اللي تحت دول اللي بعمل فيهم التشكيل تمام وبعد كده برجع التلت ده بس ده ده ببساطة كده يعني استخدام القرانية كعدسة بالزبط كده هي القرانية فعلا عدسة من عدسات العين تمام تمام فهو عشان كده بنقول ان الليزك هي عملية خارجية شواء يعني مش داخل العين مش داخل العين جوام ده يطررش تبتح العين من جوه تمام الليزك له انواعه فيه لزك سطحي فيه لزك عادي فيه لزك ببصمة العين فيه فمته لزك تمام اي حاجة تانية دي حاجات شغل سوء اللي هو الالترا ليزك الكور ليزك اللي مش عارف في حاجات التانية دي فيه فمته اسمايل طبعا موجود بس استخدماته برضو محدودة الليزك السطحي ده او الPRK اللي بنقول عليه ده احنا بنشيل الخدايا السطحية بتاعت العين بتاعت القرانية ونبدأ نعمل شرع الليزر ونحط عدسة لسقة لمدة اربع خمسة ايام اسبوع بالكتير قوي اوكي وبعد كده بنشيلها وده بيتعامل لناس سمك القرانية بتاعهم قليل الفحص بتاعهم قال يعني لا ده القرانية فيها شوية تغيير في تحدوبها فبنستخدمه ده من اكتر الانواع الليزك الآمنة بس مشكلته انه هو برضو لغاية طوارات مهينة يعني لغاية مقسات مهينة نيجي بعد كده الليزك العادي ده اللي هو فحص القرانية بيقول لي انه المقاس بتاعه مع الفحص بتاعه سمك القرانية شكلها المعايير بتاعتها كلها بتقول انه تمام مفيش اي مشكلة ده بنعمل اللي هو زي ما قلنا بنقسم القرانية بنرفع الجزء ده ونعمل الليزر ونرجع الرؤعة تاني او الفلابة اللي بنقول عليها الكاستم او الليزك التفصيلي ده بيتعامل للناس اللي عندهم استجباتازمة ده علشان اقلل قصة الناس الناس دي بيقعنهم مشكلة بالليل قوي في السوقها بيبقى شايف شعاع للنور هالات للنور احنا بنعمل الكاستم ده عشان نقلل المشكلة دي الفيمتو برضو معمول لناس معينة سمك القرانية بتاعهم قليل فبنرفع جزء معين والفيمتو قصته الليزك اللي فده كله احنا بنقطع بمشارط انما الفيمتو شو عالليزر نفسه هو اللي بيقطع طيب دكتورة ماريان امتى انا انصح بالجراء الليزر وامتى انا انصح بتغيير العدسة زي ما قلت لحضرتك قبل كده المقاسات هي اللي بتحكمني تمام يعني الباور اللي العيان بيشتكي العيان مقاس نضرته ما لغاية ما ينس 11 ده اوكي وده على فكرة غالبا ده بين نارك تحت الفيمتو تمام انما لو العيان عدى المقاسات دي يفضل ان يتعمله زر العدسة سواء العدسة الثانوية او سواء زالة عدسة العين الطبيعية وزر عدسة الصناعية ما كانت طيب دكتورة ماريان كتير من اللي بيعملوا الليزر بعدها بيحسوا بزيادة في الدموع وبيبقى تعرضوا للشمس بتبقى عينه بتحرقه قوي وبتستمر القصة دي الفترة كده بتقرق اللي بيعملها خاصة ان كتير من السيدات والانسات بيعمل دي عشان يلبس النبضارة فبتبقى الدموع وكده يعني شكلها مش لطيف بالنسبة هل ده ده سبب ايه؟ هو في الاساس بيحصل لهم نوع من انواع الجفاف تمام لان احنا طبقة الدموع فانينا دي طبقة بتشتغل عدسة هي كمان فوق القرنية ولما بنعمل الليزك بنقطع الطبقة دي بتاخد لها من 3 ل 6 شهور على ما ترجع في ناس كان ساعات بتطول معهم شوية بس ده الناس دي نسبتهم قليلة الناس اللي بيحصل لهم حرقان مستمر هو الحرقان ده بيقعد 48 ساعة بعد العملية اذا استمر بعد كده لازم يكشف لانه غالبا بيبقى في عامل حسية واذا كان كاشف من الاول ومتشخص كويس ومفحوظ كويس قوي بالتالي حيتعرف انه هو عنده حسية الطبيب بتاعه بيقوله خلي بالك انه عندك يعني الموضوع ده لو استمر معك شوية تبقى عارف انه ده من الحساسية مش من العملية يعني الطبيعة يا دكتورة مريم ان بعد من 3 ل 6 شهور بتختفي تماما قصة الدموع والحسية بتختفي قصة الجفاف والجفاف ده كمان واثناء دي بيستخدم اطرات او حاجات معاينة للجفاف ده طبعا بنستخدم اطرات مرتبها علشان خاطر اقل الاحساس اللي بيحصل عنده لغاية لما الغدة الدمائية بتاعته تشتعل كويس وطبقا الدموع بتاعته تدري وده بتعوض الدموع يعني تبقى حاجة زي دموع صناعية بيستخدم طيب دكتورة مريم انا بس عايز اسأل هل الليزج ده ينفع في مرضى السكر ينفع في مرضى الفشل الكلوي ينفع في مرضى الضغط العالي ولا هل في محاذية اللي ده لا هو مخوش مشكلة خالص بالنسبة لمرضى السكر والفشل الكلوي وضغط الدم زي اي عملية يعني لازم يكون مضبط سكره لازم يكون مضبط ضغطه طبعا الفشل الكلوي لازم يكون حالته مستقرة زيادة على الكلام ده كله لازم يكون فحص الشبكية بتاعه سليم لانه مرضى السكر بيبقى عندهم تغيرات في الشبكية ساعات الفشل الكلوي نفس الكلام الجماعة برضو بتاع ضغط الدم ساعات بيبقى عندهم ارتشاع في مركز الابصار فمش هيستفيد حاجة لو عمل ليزل فبالتالي لازم يكون الشبكية بتاعته سليمة ولازم يكون مقاساته برضو يعني شايف 6-6 شايف 6-9 ماكسموم فبالتالي كل حاجات دي بالنسبة له ما في لاش مشكلة دكتورة مريم ضعف الابصار بقى بالنسبة لنا ظاهرة يعني مفيش اسرة تقريبا فيها ولادها او بناتها الا ما فيهم واحد او اتنين عنده مشكلة ضعف الابصار يا نظارة يا ليزك يا بيعاني من المشكلة دي هل ده وراسي ولا هل العوامل البيئية اللي من دولها تغيرت شوية فاصبح اكتر ده هي النسبة الاكبر وراسي اللي بعد كده بنقول ممكن في ناس مثلا حصل لهم حدثة خطب القرنية كلام ده كله دي حاجات مكتسبة ودي نسبة قليلة قوي انما في الاساس هي وراسية هي وراسية اه حتى لو كان زي ما قلت رحضتك في الاول انه الوالد والوالدة ما بيلبسوش نظارة الجد والجد احدا ما بيلبسوش نظارة بيبقوا من الجدود بيبقى عوامل متنحية متشالة على الجينات بتاعة الجسم واتبان في ناس زي ما قلت رحضتك ما بيبانش بدري يعني فيه ولاد بيشتكوا من الحاول ساعات يبدأ الاب والام يلاحظوا الحاول والحاول يكون نتيجة ضعفة في البصر الحاول ما بتصلحش على نظارة انما فيه انوع طبعا من الحاول تاني احنا بتكلم على الحاول اللي سببه ضعف الابصار تمام؟ فده بيتصلح بنظارة وما بنتكلمش في قصص ليزك معي قبل او تصحيح او اي حاجة الا لما يلبس النظارة والدنيا تثبت معها تماما دكتورة مريم انا يمكن يعني في حياتي العملية كطبيب وجراح شفت حالات كتير قوي يعني انا عملت عمليات جراحية مثلا لاطفال سبعة سنين وثمان سنين وفجأت بيهم بيجولي مثلا انهم في سن سبتاشر لتامنطلع سنة وهو غير قادر على الابصار وكفيف وامه سنده وانا بقى متألم جدا ايه اللي حصله يقولوا ان ده حاجة حصلت وبتاعت ربنا وحتى الطب مش عارف يقولنا ايه اللي حصل فيه وانا شفت من الحالات دي اكتر من الحال اكيد طبعا حياتك بتشوفي حالة كتير ايه الاسباب ان يبقى فيه شخص بعد ما كان طبيعي في سن معين يصبح كافيه دي بتبقى امراضه راسية في الاساس اه زي مثلا انا هقوله على سبيل المثال لان ما انا قداشر نتكلم لما كل الحاجات يعني في حاجة اسمها لتهاب صبغي تلوني اعراضه ما بتبانشي الا في سن اكبر شوية يعني فوق العشرينات في ناس يبقى عشليلي بعد سن العشرين اه في ناس يبقى طول الفترة فيه ولاد بيبان صغيرين في سن تحت العشر سنين وفيه ناس بتبدأ من العشرينات وفيه ناس على فكرة على التلاتين كمان حسب نوع المرض الوراسي الموجود امراض الوراسية كتير قوي في العين حتى العشة الليلي فيه حاجات كتير قوي فيه ناس بيبقى عندهم ضمور في العصب فيه عوامل الوراسية داخلة في الموضوع اكترها بيحصل مع زواج القرائب زواج القرائب اه طب يا دكتورة ما فيش اي وسائل لاكتشاف مثل هذه الحالات في وقت مبكر الكشف 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 يعني نصيحتك لسادة المشاهدين اللي ابنه او قصرته لابس نظارة او حتى من غير نظارة اللي بيلحظوا عليهم اي حاجة الولاد بتقرب من الكتب الولاد ملاش الكتب طبعاً بتقرب من المبعيلات مفروش خوالس من التبات اول اللي هما بيقربوا للتلفزيون للتلفزيون ما هي دي الحاجات دلوقتي وسائل العصر الحجيسة اللي هما بيستخدموها يعني هلقهم بيقرب للتلفزيون دايماً نجيب الطفل ورا ارجع لورا كده يا حبيبي وشوف هنبوس انلاقي الطفل رجع تاني كده انا هبدأ اقلق بدأت الاقي في حركات في عينه مش طبعية النقطة اعشك باليقين بالفحص مش هنخسر اي حاجة امتى يا دكتورة انا مولود طفل بيبي لسه مكملش سنة سنتين والاهلى القلقانين عينه بتزوغ يمين وتزوغ شمال مش مركز هل ده يصلح للكشف؟ اه طبعاً مباكت طيب هايك كخبيرة في طب العيون ومركزك بسم الله ما شاء الله 93 شرع الهرم اه 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 انا افضل يعني بصراحة كده هو استخدام النضارة الطبية ولا الليزك لتصحيح الابصار النضارة ايه؟ النضارة النضارة طبعاً النضارة التصحيح دي حاجة دي رغبة للشخص واحد مش عايز يلبس النضارة وزي ما قلنا ليها معايير اه ماليش عفوا انا عايز اتكلم في نقطة مهمة جداً في قصص العروضي اللي بتبقى حاصلة دي اه مش كل واحد اه يعني يقفز انه هو عايز يروح يعمل نضارة عشان اصل العملية معمولة بمبلغ صغير او الكلام ده كله احنا في الظروف يعمل الليزك اه طبعاً ما نتفكر مع العملية الليزك طبعاً احنا في الظروف اللي احنا فيها اليومين دول ودولار اللي قافز ده احنا حاجاتنا في العيون كل مستهلكاتنا واستخداماتنا جوه قط العمليات بتيجي من بره بتيجي بالدولار فلما الحاجة تنقص يبقى لازم يكون فيها حاجة يعني لازم يكون لها وراها حاجة تمام؟ احنا بنشوف دلوقتي مشاكل الليزك او التصحيح نظراً ان بيتعامل الحاجة مش صحة بتتعامل الحاجة زي ما نقول بالرخص يعني يعني نصيحتك للسادة مشاهدين النضارة ثم النضارة ثم النضارة اللي عايز يعمل عملية بقى دي حاجة بتاعته هو بس يعملها صح ويا ايما يعمل صح وفي مكان صح ومركز صح يا ايما النضارة في النضارة في النضارة دكتورة مريم الحديث ما حقيق شايق جداً بس المكالمات التليفونية اللي عملت جيل كتير والسيد المخرج الفاضل بيقول لي وقتك خلص يا دكتور خالد اقفل البرنامج انا على وعد من حضرتك بتكملة حديث تصحيح الابصار وحديث الجلوكومة وحديث الحاول بعد العيد مباشرة كل سنة والسادة المشاهدين بخير شكراً جزيلاً دكتورة مريم على المعلومات القيمة اللي انت قدمتها لنا في الحلقة دي نلتقي مع حضرتكم ان شاء الله الاربعاء مش القادم بعد القادم نكون بقى عيدنا ودبحنا وكلنا ونلتقي بحضرتكم ان شاء الله مع حلقة جديدة هنلاقي برضو دكتورة مريم معانا ان شاء الله هتكمل بقى حديثها الشايق والممتع عن تصحيح الابصار والجلوكومة والحاول وباقي الامراض العيون اللي غالباً بتيجي في اطفالنا وبتيجي برضو لكبار السن هنتكلم في النصايح دي وبنفكر حضرتكم انتصارات مفتوحة دايماً مع مدير المستشفى ودايماً في خدمة حضرتكم سواء للقطاع الصحي الخاص او القطاع الصحي الحكومة نلتقي مع حضرتكم على خير وكل سلام عليكم طيبين والسلام عليكم وحضر الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة